ومعانا الوستاذ احمد من القاهرة ايو اسلام عليكم عليكم السلام عليكم تتفضل يا فندي انا كنت دلوقتي هجبت طالب سنة مية عامة وكنت بغش من لجنة للأسف يعني طيب فانا دلوقتي يعني انا جبت مجموع كلية طبية طيب فانا دلوقتي بقدميهم قندني ان انا مش عايفة اخشها ولا عمل ايه بص يا سيدي انت دلوقتي الحل ان انت تعالج الخطأ بشيء يمحو ان الحسنات ويزيبن السيئات فانت دلوقتي لو انك انت بدخلتش الكلية دي طبعا انا مراعي حاجة مهمة اوي ان انضغط اولادنا في السنوية العامة والاسترس اللي بيحصل لهم بيحصل لهم تغيرات نفسانية كتيرة جدا جدا فده بيحصل فيه اضطراب ولكن انا يعني اشجع فيك ان انت بتفكر فيه ان انت تكون من اهل الاخلاص ومن اهل ان انت تتجنب المعاصي ده شيء حسن وانت توبت الان لان في الحقيقة هنا مش هتقدر هنا مفيش حق للغير الحق كان فيه فقط كان انت مستحق ولا مش مستحق فانت حاول تكون مستحق ان انت تكون طبيب الدرجات مش هي الوحيدة اللي بتخلي الانسان مستحق المعنى او مش مستحق المهن وكتير من الناس بيشتغلوا في مهن هما ما كانوش في درجاتها الاول وبعدين طوروا من نفسهم وحسنوا من نفسهم اللي انت عملته دي معصية توب عنها واستغفر ربنا حدش ابدا يعيقولك ان الغش ده كان حلالا او انه متجاوز عنه لكن عنقول مع بعض تقول معايا دلوقتي توبتوا الى الله وعزمتوا على قل لا اعود الى هذه المعصية ابدا وعلى فكرة بعض الاحيين وقوع الانسان في المعصية ممكن يكون حجاب بينه وبين المعصية دي فلا يعود اليها ابدا فخليك انت من الصنف ده الصنف اللي الله سبحانه وتعالى والصنف دوت هو اللي هيدخل في قولي تعالى اولئك الذين يبدل الله سيئاتي محسنات خلاص مره عمل معصية ومعملهاش تاني خالص واخد في قلبه نور انه هو مش هيتكرر منه ده لكن اللي انت بتعمله ده دلوقتي في نفسك يقربك من اضطراب نفسي يتعلق بجلدك للذات لا توب الى الله سبحانه وتعالى وكمل في الكلية دي واثبت بكل اخلاص ان انت مستحق للنعمة اللي ربنا انعم عليك ان انت تكون في مجال خدمة للناس ودي نعمة عظيمة انا عندي كليات دي كليات اللي بيسميها الناس كليات القمة انا عندي هي كليات حسنة مش عشان فيها درجات حسنة انا عندي هي كليات حسنة لانها في اعلى درجات خدمة الخلق انهم يخدموهم في نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وهي نعمة الصحة في الطب ونعمة السكن في الهندسة مثلا فانا عايز اقولك حاجة خش في المجال ده واخدم خلق الله وكون مجتهد وعيش وعيش هذا المعنى وهي دي التوبة النصوحة ان انت تتبع التوبة بعمل صالح يبقى ايه العمل الصالح كن من ابرز الاطباء في مصر ساعتها الزنب يومحى يبقى ايه اللي حاصل كمل في كليتك الاول دلوقتي احنا توبنا الى الله ثم اتبع هذه التوبة بعمل صالح ان انت تكتهد في هذه الكلية وان شاء الله سبحانه وتعالى يبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئة بحسنة تملأ قلبك براعة وتملأ قلبك نعمة وتملأ قلبك كمان خدمة لخلق الله اشتركوا في القناة